ما رأيك فيما طرحه السيد سيركيسيان؟ أولا مساء الخير لك والسيد المشاهدين والضيفك الكريم أهلا بك وأنا ترحم على شهداء الكارثة الذين انتكبوا في هذا الززال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا نعم يعني في الواقع طبعا أنا من خلال ما تحدث ضيفك الكريم في الواقع أرمينيا واليونان بصراحة أظهروا صورة من أبهى الصور في الإنسانية وأزالوا الجليد الذي كان يحيط بهذه العلاقات بين الدول اليونان وأرمينيا في الواقع حيثما تحل النكبات الإنسانية ترتحل خلافات السياسية أنا بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد بأنه سيبنى عليه كثيرا نعم يعني المعبر الذي مثلا بقي 30 عاما مغلق بين تركيا وبين أرمينيا الخلافات التي طبعا تستند على خلاف في بحر إيجا وفي الجزر اليونانية بين تركيا واليونان التي كانت تشبه الصراعات والشرط بعدم تسليح الجزر الموجودة في بحر إيجا عندما تقوم هذه الفرق الإنقاذ إنقاذ روح الإنسانية وتتحرك بقوارب مطاطية عبر هذا البحر الذي كان مضطربا تتحرك لإنقاذ الأرواح وعندما تأتي إلى تركيا تستقبل بالترحيب بأنكم أنتم أخوة لنا وفي الواقع أنا أرى أن هذا الشيء عظيم جدا زيارة الرئيس رئيس الوزراء كرياكوس بيتسو تاكيس ورئيس الوزراء الأرميني أيضا نيكول باشنيان هذا الموضوع موضوع كبير جدا ستكون له عواقب كبيرة جدا في المستقبل ما هي هذه العواقب سيد الأسعد نعم بالتأكيد ما هي هذه العواقب هذه العواقب مثلا بالنسبة الخلاف اليوناني مع تركيا مثلا بخصوص الجرف القاري وموضوع المياه الإقليمية طبعا هذا الذي شابته تشنجات كبيرة بعد ترسيم الحدود البحرية وقيام تركيا بفعل معاكس طبعا سيتم العقبات ستتم الاحتكام إلى قوانين دولية جديدة والاتفاق لاحقا باستعادة السلام في تلك المنطقة وأرمينيا التي هي طبعا كما تفضل ضيفك الكريم أنهما جارتان لا بد من أن يكون لاحقا حل المصالح الجيو بولوتوكية أو الجيو سياسية التي مثلا يعني كل دولتين في المنطقة في أي مكان طبعا بينهما خلاف في الواقع سواء هذه الخلافات جغرافية أو سياسية أو تاريخية أو ثقافية يعني كل الدول ليس فقط بين اليونان وتركيا وبين أرمينيا وتركيا إن معظم الدول تجد حتى مثلا في أمريكا والمكسيك تجد بين دول مثلا يعني في المنطقة الشرق الأوسط هذه الخلافات طبعا يعني يكسرها الأشياء الإنساني الذي ظهر في تلك النكبة أضف إلى ذلك هناك يعني لحظات أو مواقف ومحطات تاريخية أخرى جمعت بين هذه الدول اشتركوا في القناة